اشتركوا في القناة كيف سيكون العالم دون فروق بين الجنسين تحقق التكامل بينهما لقد بالغت النسوية في مطلب المساواة بين الرجل والمرأة وادت هذه المبالغة إلى تصوير كل اختلاف على أنه ظلم للمرأة واضطهاد لها وأن ذلك يقتضي بالضرورة التصحيح لمقاومة الظالم المضطهد وهو الرجل كما ذكرنا في لقائنا السابق بل أدت هذه المبالغة في مطلب المساواة إلى اختفاء مفهوم الأنثى لأنه إذا كان لا فرق بين أنثى وذكر فمفهوم الأنثى يختفي وهذه ضربة خطيرة جدا للمرأة مطلب المساواة بين الجنسين عند النسوية اتخذ مظاهر مختلفة جدا من أهمها محاربة الأمومة التي هي فرق بيولوجي ظاهر بين الرجل والمرأة النسوية تحارب الأمومة بادان تيخ التي ذكرناها آنفا تتحدث عن الأمومة فتسميها أسطورة الأمومة المدمرة وتقول هي أي الأمومة مزحة تهدف إلى إقناع النساء بأن من واجبهن القيام بالعمل القذر وقبل بادان تيخ كانت سيمون دوبوفواخ تتحدث عن ما تسميه الخصوبة السخيفة للنساء وتقول الإنجاب والإرضاع ليس أنشطة بل هما من الوظائف الطبيعية لا يرتبط بهما أي مشروع وعند سن اليأس هذا مهم جدا عند سن اليأس تتخلص المرأة أخيرا من العبودية المكتوبة على المرأة سيمون دوبوفواخ تسمي هذه الوظائف البيولوجية تسمي الأمومة عبودية سوف نرى بإذن الله تعالى كيف سيتدخل السوق النظام الرأسمالي لتخليص المرأة من امتياز الأمومة الذي تعده النسوية لعنة وعبودية ثم هناك أمر آخر المساواة في التربية بين الجنسين لم يعد للبنات تربية خاصة بهن كما كان الأمر في أزمنة سابقة والنتيجة أن المرأة تكتشف بعد تخرجها من المدرسة أنها غير مستعدة ألبتة لتكون زوجة وأما وبالتالي فهذه المرأة المتخرجة حديثا تحتاج إلى أن ترجع إلى أمها لتعينها في مهام محتضان أطفالها أو أن ترجع إلى المربية أو إلى الخادمة وفي ضمن ذلك كله مشكلات مجتمعية كبيرة جدا سنذكر بعضها لاحقا بالمقابل هذا ليس خاصا بالمرأة الأولاد أيضا لا يعلمون أهمية دور الزوج والأب في الأسرة لا يربون على معاني المسؤولية ونتيجة ذلك تخلي الرجال عن مسؤولياتهم لأنهم بكل بساطة لم يتعلموها أصلا في إطار ملاحقة الصور النمطية التي تميز بين الجنسين بعض المدارس في أوروبا بدأت تجربة لمحاربة هذه الصور النمطية المرتبطة بالجنس وذلك بأن يشجع الأولاد على التعبير في ورشات خاصة بإبراز العواطف وبالمقابل تشجيع البنات على استعمال المطرقة في ورشات خاصة بالعمل اليدوي في الدول السكندنافية الأمر أخطر من ذلك بكثير أخذ مثلا حالة السويد فهناك في السويد حالة طفل اسمه بوب لا يصرح والداه بجنسه ويشرحان الأمر بقولهما نريد أن يكبر بوب بحرية وليس في قالب نوع محدد من القسوة إن جاب طفل وعلى جبهته طابع أزرق أو وردي ما دام نوع بوب محايدا فإنه لن يتأثر بالطريقة التي يتعامل بها الناس مع الأولاد أو البنات هذه مبالغة كبيرة جدا في مطلب نفي الأنوثة والذكورة والتسوية بين الجنسين وكذلك في بعض الثانويات نقرأ هنا بأنه في ثانوية في استوكولم السويدية توضع غرفة محايدة لتبديل الملابس وذلك من أجل التلاميذ الذين يشعرون بالحرج من التعري أمام بنات أخريات أو أمام أولاد آخرين هناك أمور كثيرة يمكن أن نذكرها في هذا الصدد لكن هناك شيء آخر وهو ما يسمى التساوي العددي معنى التساوي العددي فرض مساوات عددية في المناصب السياسية خصوصا وذلك عبر نظام للحصة يعني نقول للنساء حصة معينة في الحكومة حصة معينة في البرلمان إلى غير ذلك لنتجاوز إشكال فتح المجال لغير المستحق لأن نظام الحصص يقتضي ذلك نصل إلى ما هو أخطر وهو ماذا؟ هو أن المرأة بمقتضى هذه الإيديولوجيا لم تعد إنسانا بمعنى الكلمة له مواهبه الخاصة التي يدافع عنها والتي يستحق القيادة والوصول إلى مراكز القيادة بسببها بل هو لا يعدو أن يكون عضواً في طائفة معينة هي طائفة النساء هذه الطائفة ينبغي دعمها بغض النظر عن مواهب أفرادها ولا شك أن هذا احتقار عظيم جداً للمرأة ثم فوق ذلك قضية التساوي العدد فيها مفارقة غريبة جداً فالنسوية تطالب بإلغاء الفروق بين الجنسين ولكن في الوقت نفسه تجعل الفرق بين الرجل والمرأة معياراً لتحصيل حقوق خاصة فالمرأة تحصل على حقوق على مناصب معينة لا لشيء إلا لكونها امرأة وذلك بمقتضى مبدأ التساوي العدد هذا هناك أشياء أخرى يعني تمارسها النسوية للتسوية بين الجنسين مثلاً تحارب الصور النمطية في الإعلانات الإشهارية إذا وجد إعلان مثلاً لمسحوق غسيل يعني تقوم بهم مرأة تأتي النسوية وتقول لا لمجعلتم ذلك للمرأة ولم تجعل الممثل فيه رجلاً وهكذا وأصلاً هذا خطير جداً لأن الإعلانات الإشهارية قائمة على فكرة الصور النمطية كذلك في لعب الأطفال لأن السوق ما يزال يميز بين الذكور والإناث في لعب الأطفال النسوية لا ترضى بذلك النسوية مشغولة بمثل هذه الأمور التي كثير منها تافه جداً وبالمقابل فإنها تتغافل عن كون السوق يسلع جسد المرأة أكثر وذلك في غفلة من الحركة النسوية المشغولة بتفاهات ملاحقة الجنسوية التسليع تسليع المرأة أي جعلها سلعة من السلع يظهر لنا في أمور كثيرة في الإعلانات التي لا بد أن يوجد فيها جسد المرأة في الإباحية التي تنتشر كثيراً في الدعارة في التحرش في الاغتصاب في تشجيع الذكور على التمتع اللامحدود بالمرأة أمور كثيرة النسوية تغفلها تماماً وهي منشغلة بهذه الصور النمطية التي تسميها جنسوية هذه إحدى إشكالات النسوية وهي مبالغتها في السعي إلى المساوات بين الجنسين وفي لقائنا المقبل سنذكر أمراً آخر أوصلنا إليه مطلب المساوات وهو نظرية الجندر إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر